السعودية تضع وديعة بالبنك المركزي المصري بخمسة مليار دولار طيب بس كده لأ نشهد النهاردة عش كده بقول لكم اليوم النهاردة الحافل بقى نشهد النهاردة شكل من أشكال التكامل الاقتصادي والاستثماري ما بين البلدين طب ازاي؟ تلاقي النهاردة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيشهد مراسم التوقيع على اتفاقية ما بين الحكومتين المصرية والسعودية طب ايه الاتفاقية يا عم يوسف صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في مصر ده اللي حصل النهاردة أظن حجم الاستثمارات الجديدة التي يتم ضخها بإذن الله تقريبا في حدود 10 مليار دولار لو أنا متذكر بس الأرقام مظبوط واليوم بتاعي الحافل بقى أنا النهاردة كان يوم مزداحم ما يكونش بوزلي مخي حبتين طيب بييجي هذا التوقيع تقدر تسميه ليكلل ايه؟ ليكلل اجتماعات عقدت ما بين البلدين حتى تعجل بإنهاء هذه الإجراءات المتصلة دائما اي اتفاقات اقتصادية واتفاقيات الاستثمار المشترك بتبقى ايه؟ بتاخد وقتها في الاجتماعات والمباحثات والبحث والفحص وما إلا ذلك ما ده في الآخر خالص استثمارات اقتصاد فلوس لازم كلنا نبقى طلعين بإذن الله سبحانه وتعالى كسبانين كلنا لازم السعودية تكسب كويس جدا لازم مصر تكسب كويس جدا لازم إحنا الاثنين نبقى بإذن الله كسبانين نجحين سعداء وده الهدف الرئيسي طيب وبالتالي تم التعجيل بكافة الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية ما بينهم حقيقي وبالمناسبة ده كان بالاستناد لتوجيهات قيادة البلدين في مصر وفي المملكة ليه؟ إحنا الاثنين مصر والسعودية هل في حد يختلف على أنه دول القطبين الكبيرين في هذه المنطقة؟ لا أحد يختلف على ذلك إطلاقا إطلاقا وبالمناسبة كم المحبة اللي بتكنها السعودية وكل دول الخليج وبالمناسبة هو كل الدول العربية كل المحبة اللي بيكنوها وتقدرهم لمصر والأدوارها التاريخية تقابلها أيضا محبة من الجانب المصري وتقدير أيضا من الجانب المصري طيب اللي أنا عايز أقولهولك إنه في ظل ظروف كلنا بنقعد نتفرج عليها في العالم بقالنا من يوم 24 فبراير حتى هذه اللحظة أقعد فكر كويس جدا كل دول العالم دي دايما عندها استعداد تتخنق مع بعض وكل دول العالم دي دايما عندها استعداد للاحتراب حرب ما بينهما بين بعض صح؟ إلا منطقة واحدة بأمر ربنا سبحانه وتعالى بلطفه كويس؟ ده أولا ولأنه هو فعلا المنطقة شعب واحد إلا المنطقة العربية ولما حد يفكر في حرب لازم بنوئد فورا هذه الأفكار لما نفكر في إنه خلاف قد يكبر أو إنه يتعاظم لازم فورا نوئد نوئد هذه الأفكار وننهي هذه الخلافات ده طول الوقت اللي احنا بنعمله في منطقتنا العربية بأمر الله سبحانه وتعالى ده أولا بلطفه أولا لكن كمان هرجع أقول لك هو شعب واحد وده أهم حاجة أنا عايز بس أوصلها لك المسألة ما بين مصر والسعودية مصر والإمارات مصر والكويت مصر والبحرين مصر وكل الدول العربية المسألة كلها متعلقة بإن إحنا كلنا شعب واحد ومتعلقة بإنه كلنا كلنا دايما هنبقى وقفين في وجهة عدو واحد إن وجد عدو وهنبقى دايما وقفين جنب بعض إن وجدت أزمة وهنبقى دايما بنفكر في مصالح بعض المشتركة المنتهى البساطة ليه؟ لأن إحنا مش مجرد دول جوار إحنا مش مجرد دول بتجمعها مثلا اتفاقية ومنظمة اسمها جامعة الدول العربية ولها مننا دايما كل التأدير وليها عندنا دايما كل الفخر والاعتزاز المسألة في المنطقة العربية أكبر وأعمق وأكثر ثقة وموثوقية من ذلك ترجمة نانسي قنقر